موسيقى 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 نسى الخير أسماء كثيرة لقدسينا ورهبانا ونساكا ولهتيينا وفلاسفة وملافنا وكتاب في التاريخ المسيحي تمر أمام المتصفحي أو يستشهد بها كاتب أو محاضر من دون أن نعرف ماذا أنتجت ومن هي ولذلك للأسف لم نحفظ من أسماء أعلام تاريخنا إلا القلة القليلة ولا يتبدر إلى أذهاننا إلا جملة أو جملتين من إنتاجهم الفكري للأسف أيضا نحن شعوب يبدو أنها تكره القواميس وتبتعد عنها مع أن القاموس حافظ للهوية والحقوق والنتاج وهو مرجعي لأي باحث إنها عزائي فرصة لنا أن يكون المطران جوزيف جبارة مطران سيدة الفردوس وعموم البرازيل في أبرشية هناك في البرازيل الرومي الكاتوليك ضيف أجراس المشرق لنتحدث معه عن معجمه قاموس أعلام الفكر الديني المسيحي وآباء الكنيسة وقليلا عن البرازيل علنا نسافر إليها اسمحوا لنا أن نعرفكم به ولد المطران جوزيف جبارة في عم طور الشوف عام 1965 ودرس فيها ونال البكالوريا الفنية في الإلكترونيك من مهنية الدكواني في بيروت والتحق بدير القيامة سنة 1986 ثم انضم إلى أبرشية بيروت وجبيل للروم الملكيين الكاثوليك كطالب إكليريكي وتابع دراسته اللاهوتية والفلسفية في معهد قديس بولوس في حريصة رسم شماسا إنجليا وكاهنا عام 1993 وسافر إلى فرنسا كمرشد روحي ثم عاد إلى بيروت بعد عام ليعمل رعون نال إجازة في الفلسفة عام 1995 وأخرى في اللاهوت عام 1996 حيث عاد إلى فرنسا ليتخصص في آباء الكنيسة فنال الدكتوراه من جامعة السوربون الرابعة درس منذ عام 2003 في جامعة القديس يوسف والكثليك ومعهد القديس بولوس وعين عام 2006 متقدما بين الكهنة وتفرغ كأستاذ محاضر في الجامعة اليسوعية عام 2012 ومديرا لمعهد الدراسات الإسلامية المسيحية فيها عام 2013 كما انتخبه سينود سروم الملكيين أسقفا مساعدا على أبرشية ساو باولو البرازيل وثبت الفاتيقان الاختيارة مع حق الخلافة بعد استقالة المطران فارس ماكرون من مؤلفاته قاموس أعلام الفكر الديني المسيحي وذيونيسيوس الأريوباجي اللهوت السري بلاديوس أسقف هيلانوبوليس ومختصر مجمع السنديانا وهيرونيميوس مشاريع الرجال الحوليات وغيرها أهلا بكم أهلا بك سيادة المطران جبارة في بلدك لبنان ولا صرت برازيلي بلد لبنان أكيد أهلا بك سيدي لنبدأ من هنا يعني كتاب مرجعي أنا على صعيد شخصي استفدت منه في عدد من الأبحاث ولكن دعني أسألك أولا شيء يمكن أن لا يعرفه السادة الذين يشاهدوننا الباترولوجي علم الأباء هو مصنف لدى رجال الكنيسة علما كيف صنف علما تحت أي خانة من العلوم سيدي يقع بماذا يهتم وفي الواقع ليس في جامعاتنا لا ألاحظ أن في جامعاتنا من يدرسه أين يدرس هذا العلم؟ شكرا سيد غسان على هذه الاستضافة في برنامج أجرس المشرق علم الأباء هو علم ظهر في القرن السابع عشر تقريبا كعلم يدرس في الجامعات اللاهوتية أو المدارس اللاهوتية قديمة ومع الوقت تطور هذا العلم وحدد أو عرف بأربعة معايير أساسية يدخل تحت هذا العلم بكلام آخر لكي نطلق على أحد الكتاب المسيحيين صفة أب الكنيسة بده يكون يتمتع بأربعة صفات أساسية كعلم الصفة الأولى هي قداسة الحياة يعني بده يكون حياة وحياة إنسان فاضل إنسان ملتزم في الكنيسة إنسان عاش القداسة بالمفهوم المسيحي هذه الصفة الأولى صفة القداسة الصفة الثانية هي استقامة العقيدة يعني تعليمه بده يكون بمجمله مش ضرورة كل شيء مية بالمية ولا بالضرورة أن يكون معصوم في تعليمه ولكن مجمل هذا التعليم يتماشى مع تعليم الكنيسة أو الكنيسة تبنت تعليم هذا الأب هذه الصفة الثانية الصفة الثالثة إنه تكون الكنيسة قد اعترفت بتعليم هذا الأب إما بطريقة رسمية من خلال المجامع المسكونية في الألف الأول من تاريخ الكنيسة هذه الطريقة الرسمية إما بطريقة غير رسمية تبنت الكنيسة هذه التعليم ودخلت في جوهر تعليم الكنيسة أما الصفة الرابعة والأخيرة اللي بتخلينا نحدد أب من أباء الكنيسة فهي القدم بد يكون الأب عائش أو كان عائشاً من القرن الأول إلى القرن الثامن في الشرق ومن القرن الأول إلى القرن السابع في الغرب يعني ما يتعدى القرن الثامن في الشرق والقرن السابع في الغرب لا يعتبر في عداد أباء الكنيسة نعم يعني بمعنى هذا أن هذا العلم هو علم غير متواصل منقطع في فترة زمنية ما على الرغم أنه عنا من أعظم اللاهوتيين جاءوا من بعد هذا التاريخ هذا ما أريد أن أقوله يعني تحت أي معيار تم قطع صفة الآباء عن الكنيسة منذ القرن الثامن أو حتى كما لحظت في كتاب سيادتكم أنه في القرن التاسع أيضاً لدينا بعض الأباء كعلم عندما نتكلم عن أباء الكنيسة كعلم نحن نحصره في القرن الثامن شرقاً والسابع غرباً ما وراء هذين القرنين يعني التاسع والثامن والثامن التامن والتاسع هاضي من نعتبره من الكتاب الكنسيين بجوز يكونوا إدسين وبجوز الكنيسة يأخذ تعاليمهم هذا لا ينفي أن الكنيسة يتبنت من تعاليم الأباء الذين جاءوا بعد هذين القرنين ولكن لا تطلق عليهم صفة الأب كأب فقط من بعد القرن الثامن إذن الكتاب واللهوتين والقدسون هم أبناء الكنيسة؟ أكيد وليسوا أباءها وليسوا من الأباء وليسوا من الأباء كعلم يعني الروح الذي عمل في الأباء في القرون الأولى لا يزال يعمل في الكنيسة إلى الآن وينتج من كبار مثل البابا الحالي اللي هو بنيدكتوس الاستقال يعتبر من كبار اللهوتين في الكنيسة وبموازات الأباء ولكن لا يطلق عليه صفة أب من أباء الكنيسة فقط لماذا ذهبت إلى كتاب على شكل قاموس؟ هل افتقدت الكنائس المشرقية إلى قاموس لآبائها عبر العصور؟ هل كانوا شذرات موجودة في كل كنيسة تتلملم على أبائها مثلا؟ هذا تحديدا هو بالضبط حتى نخرج من هذه القوقعة كان عنا كل كنيسة تهتم بأباء الخاصين فيها الكنيسة اليونانية البزنطية اهتمت بالأباء اليونان اللاتينية تنمت بالأباء اللاتين السريانية بالأباء السريان الأشورية بالأباء الأشوريين الأرمن بالأرمن فقط كل كنيسة حصرت اهتمامها بالأباء الذين لمعوا في تاريخها من وقت إلى آخر كانوا يشيروا إلى بعض الأباء اللي هم مشتركين بين كل الكنائس بعض مثل مثلا القديس أفرام السرياني هو أحد الأباء المشتركين بين كل الكنائس شرقا وغربا يونان ولتين سريان أرمن أقباط بصيلوس الكبير هو كمان من الأباء المشتركين بين الكل ولكن عندنا بعض الأباء يحن ذهبي الفهم أيضا هو من الأباء المشتركين ولكن عندنا بعض الأباء تميزوا أنه هني خاصين في كل كنيسة ونشغل على الأباء السريان مثلا نعم القموس أو كتاب خاص بالأباء السريان عند الأباء اليونان نفس الشيء عند الأباء اللاتين نفس الشيء من خلال هذا القموس سميته قموس أعلام الفكر الديني المسيحي لأنني تخطيت في مسألة الكنائس الشرقية نعم هنا أسألت كنيسة القبطية مثلا أين تقع في مسألة أعلام الكنائس الشرقية كمان عند قموسة نعم عند قموسة ولكن أنا جاي على ذكر كل الكتاب المسيحيين شرقا وغربا من دون أي تمييز مذهبي أو كنسي فيهم وأضفت إلى ذلك أيضا الكتاب الذين يعتبرون خارج الكنيسة لهن في العرف الكنس يعتبروا محرومين غير مقبول تعليم داخل هذه الكنائس لماذا برأيك كل كنيسة انكفأت على آبائها أولا الهوية في عنا مسألة الهوية كل كنيسة أررت المعافظة على هويتها لأنه إذا فقدت الهوية فقد كل شيء ولكن كمان في عنا سبب آخر يعتبروا يختفي وراء هذا السبب الأساسي هو مسألة الانغلاق يعني عاشت هذه الكنائس أزمة من وقت دخول الفتوحات العربية إلى هذا الشرق وأخذت في الانغلاق شيئا فشيئا على ذاته إضافة للحروب التي عاشتها المنطقة هنا هذه الكنائس أخذت في الانغلاق على نفسها وهذا مولد نوع من الاكتفاء بالقدسين وبالأباء الموجودين في كل كنيسة على حدة يعني بمعنى من المعاني أنك حولت أباء الكنيسة الشرقية عبر هذا القاموس إلى أباء مسكنين لكل الكنائس المشرقية يعني هذا القاموس نوعا ما كسر الطوق كان في عنا طوق غالق على هذه الكنائس بحد ذاته مش بس الشرق حتى الغرب داخل وعندنا بعض الأعلام من الغرب نحن ما بنعرف فيهم لأنه عاشوا في الغرب وكتبوا باللغة اللاتينية ما وصل تراتهم باستثناء البعض مثلا أغسطينوس معروف هنا ولكن عدى أغسطينوس ما بنعرف لا السبب كان جامع لكل العالم المسيحي شرقا وغربا هو هذا ما سأت إليه ولكن برأيك سيادة المطران جبارة العالم يتقدم دائما بالمكتشفات الأسرية والمكتشفات الكتابية وبين فينة وفينة نلحظ اكتشافا كتابا كان مخبأا في مكان ما هل يمكن للتاريخ أو للمكتشفات نقض أبوة بعض أباء الكنيسة أو تثبيتها أو تغيير سياقها برأيك أكيد في عندنا شخص نعطي مثل حي اسمه أوريجانوس كان من أعلم الأباء كان عايش تقريبا في القرن الثالث للميلاد وأسس مدرسة في الإسكندرية من أجل تفسير الكتاب المقدس ويعتبر من أهم الأعلام انتقل بعد ذلك إلى فلسطين في قيصرية فلسطين وأسس مدرسة أخرى وعندما مات نوجد من بعدهم ما يقارب ثلاث تلاف مؤلف مكتوبين شي ضخام يعني عالي من العلماء الكبار هذا لحسن شاء لسوء حظه حكم عليه في أحد المجامع وأحرقت الكثير من مؤلفاته ولا يعتبر في عداد أباء الكنيسة ولكن اليوم بالنسبة للكنيسة يعتبر من أحد أكبر الأعلام وأحد أكبر المراجع بما يخص الكتاب المقدس ما صار بعد لليوم تبرئة من شانو إعادة دراسة للأخطاء اللهوتية التي زقط فيها ولكن معظم العلماء اليوم يجمعون لسيما متخصصين بالكتاب المقدس على أن أوريجينوس هو أحد أشهر علماء الكتاب المقدس من حيث التفسير من حيث دراسة النصوص أول من قام بدراسة لنصوص الكتاب المقدس عملنا سبع نسخ من الكتاب المقدس مقارنة الواحدة بالأخرى ما أحد أعمل لهذا العمل كله سوا ولكن هذا حتى اللحظة غير معترف فيه كنسيا كأب 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 فقط ولكن تاريخيا تاريخيا هو مرجع هنا لذلك أنت أخذت المنح التاريخي في سياق القموس نعم أمن لهذه الأسباب أخذت المنح التاريخي يعني القموس يعتبر أنه هو بداية غير موجود في اللغة العربية ككتاب ولكن أكيد ناقص وبحاجة إلى تطوير مع المستقبل لسيما دراسة الفكر طبع كل أب أنا اكتفيت بحياته ومؤلفاته وتلميح إلى فكره ولكن فكر كل أب بحاجة أنه الواحد أو فكر كل كاتب مسيحي بحاجة أنه يتعمق فيها من جديد ومع ذلك أخذت السياق التاريخي صحيح للآباء الكنيسة بغض النظر عن مخاطر الاكتشافات التاريخية اليومية أخذت ريسك في الموضوع فيه ريسك أكيد فيه ريسك يعني أخذت مخاطرة بالموضوع فيه مخاطرة وفيه نقد وقت اللي وقعنا الكتاب إجا عليه نقد أنه كيف تحط أباء الكنيسة باصيليوس الكبير إلى جانب شخص مثل آريوس اللي هو أحد الهراطقة في المفهوم المسيحي أيضاً هذا ما يلفت سيدنا الملاحظ أنك أخذت أباء الكنيسة بعيداً عن إثنياتهم عن عرقيتهم أخذتهم في السياق التاريخي وضمن إنتاجاتهم هناك من هؤلاء الأباء من قامت الكنيسة الجامعة بإبطال أبوته لا بل إبطال تعاليمه وهناك من قامت كنائس محددة باعتماد هذا أو إلغاء ذاك ذكرت آريوس مثلاً نحن نعلم أنه من أول مجمع بنيقيا بال325 لدينا مشكلة آريوس هذه الإشكاليات كيف استطعت الخروج منها في السياق المسيحي التاريخ؟ في السياق المسيحي تحديداً أهمية هؤلاء الأشخاص الذين أبعدوا عن الكنيسة لخطأ لهوتي معين عندهم أهميتهم بالنسبة ليه لأنهم كشفوا عن العقيدة المسيحية بفضل هؤلاء الأشخاص مثل آريوس مثل نستوريوس غيرها من الأسماء الكثيرة تحددت في المسيحية عقائد إيمانية يعني لو من هؤلاء الأشخاص ما كان عندنا نحن عقيدة عقيدة بالمعنى العقيدة تعليم لاهوتي يعني الإنتاج اللاهوتي في المسيحية هؤلاء الأشخاص الذين فضلوا في تحريك عجلد الفكر الجدال الذي أنكجه الجدال الذي قام على الرغم من سلبياته في عنده سلبيات كثيرة ولكن عنده إيجابيات أنه نمى في المسيحية قوة المجادلة قوة الإنتاج الفكري الإنتاج اللاهوتي بفضل هؤلاء الأشخاص يعني عندهم جانب إيجابي هؤلاء الأشخاص مش بس سلبي لهذا السبب اليوم نحن من نجنب كثرة الحكم على الأشخاص أنه هذا تعليمه مش مزبوط خلاص زدته على جنب لا هذا تعليمه حتى لو مش مزبوط اليوم هذا عم بيخلي الفكر يولد من جديد عم بيخلي الجدل الفكري ما يكون عقيم نعم المشروع لم يكتمل صحيح يعني أنت وعدت القراء والباحثين بأنك ستكمل في أبناء الكنيسة منذ القرن التاسع لماذا لم يكتمل؟ بالحقيقة هو ثلاثي هذا المعجم بحد ذاته من القرن الأول إلى القرن التامن أو التاسع على ما أظن هوني بأول جزء بعدين من القرن التاسع إلى سقوط القسطنطينية الجزء الثاني بده يكون 1453 لأنه نعتبره هذا مفصل للتاريخ ومن 1453 إلى الزمن المعاصر كان الجزء الثالث هلأ الجزء الأول هو الأسهل بالنسبة إيه بالنسبة إيه الجزء الثاني أصعب شوية الثالث هو أصعب لأنه بدك تجمع صاروا على العدد كبير وما عاد الشغل بيقدر يقوم في شخص واحد لحاله صار بده إيكيب أو فريق من العمل يعمل مع بعض البعض حتى يقدر ينتيش هذا الفكر ويجد بالوقت ذاته التعييني انتخابي كأسقف على البرازيل ما عاد سمح لي أني تابع العمل هل ستكمل؟ بتمنى بتمنى ما في فريق عمل معك؟ ما عندي لا أخر في الثلاثمائة سنة الأولى سيدي أي حتى مجمع نيقيا لندخل في داخل السياق اللودي بماذا هتم أباء الكنيسة؟ نحن عادة من نقسم حقب التاريخي يعني ثمان قرون إلى ثلاث حقبات تاريخية بعلم أباء الكنيسة عندنا الحقب الأولى اللي تفضلت عليها قبل مجمع نيقيا القرون الثلاثة أو الأربعة الأولى يعني ثلاثمائة وأربعة وعشرين خمسة وعشرين هاي الحقب الأولى عندنا الحقب الثالث بس رأتسميون الحقب الثاني هي القرن الرابع اللي منعتبره العصر الذهبي لأباء الكنيسة وما بعد القرن الرابع هي الحقب الثالث الحقب الأولى اللي هي قبل مجمع نيقيا أكيد بمجملة كانت حقب دفاعية عن الإيمان المسيحي ولكن بالقلم رفض المسيحيون أنه يدفعوا عن دينهم بوسائل أخرى غير القلم القلم والجدال الكلامي مقابل الدولة الرومانية اللي كانت عبت تطهد المسيحيين يعني المسيحيين كانوا عبقاً بقدموا الدم من خلال حياتهم في ناس عبطعت دمها في ناس عبتكتب والدافع عن المسيحي من خلال القلم بعطي بعض الأمثلة عندنا من أشهر المدافعين المسيحيين هو من جار لأنه من مدينة نابلوس بفلسطين اسمه يوستينوس الفيلسوف أخذ لقب فيلسوف لأنه كان قد مر في مختلف المدارس الفلسفية هذا الأمر جداً هام سنتابعه في القسم الثاني من هذا الحوار إذا سمحت أعزائي فاصل ونعود إلى الحوار مع سيادة المطران جوزيف جبار تنتظرونا إذا أحببتم تنتظرونا إذا أحببتم تحية لكم بما أن سيادة المطران جوزيف جبارة يخدم في البرازيل سنعرفكم بأبرشية الروم الملكيين في أكبر دولة كاثوليكية في العالم ونعود للحوار تنتبق مساحة أبرشية سيدة الفردوس والبرازيل للروم الكاثوليك مهى مساحة هذه الدولة الكبيرة البالغة ثمانية ملايين وخمسمائة واثني عشر ألف كيلومتر مربع والبالغ عدد سكانها نحو مائتين وعشرة ملايين نسمة نحو تسعين فاصل أربعة في المئة منهم مسيحيون يشكل الكاثوليك نسبة خمسة وستين في المئة والبروتستونت اثنين وعشرين في المئة منهم يشكل المتحدرون من أصل عربي وأغلبهم من سوريا ولبنان نحو ثلاثة ملايين عدد الروم الكاثوليك منهم نحو أربعمائة ألف نسمة وصل الأب ليسكويتر إلى البرازيل عام 1939 وأصبح راعيا لكنيسة القديس باسيليوس في ريو دي جنيرو ثم عين نائبا عاما على الروم الملكيين الكاثوليك كما عينه قدسة البابا يحنى ثالث والعشرون أسقفا فخريا على تهوة ومعاونا للكاردنال كامارا مطران ساو باولو ورئيسا للكاثوليك الشرقيين سيمة أسقفا عام 1961 وعينه البابا بولوس السادس أول مطران على أبراشية سيدة الفردوس في البرازيل خلفه المطران سبيردون مطر والمطران بطرس لمعلم والمطران فارس معكرون وحاليا المطران جوزاف جبارة ويتبع للأبراشية عدد من الكهنة والرغبان تعد أبراشية نوسا سينيورا دو باراسيو ساو بابلو للروم الكاثوليك أحد أكبر أبراشيات الروم الكاثوليك وكاتدرائيتها هي مقر الأبراشية ويتبع رعاياها التقصى البيزنطي وهم من البارزين في مجال التجارة والمصارف والصناعة والسياسة سلام لكم سيدنا نعود إلى حيث توقفنا لأن الكلام يحمل في طياته إرثا كبيرا أعتقد أنه هام بالنسبة للكثير من المشاهدين ذكرت حتى مجمع نيقيا يعني الجزء الأول من آباء الكنيسة إذا رأت أن تكمل به أو نتكلم عن الجزء الثاني منه كنت في صرد القول أنه الحقبة الأولى من آباء الكنيسة اكتفت فقط بالدفاع عن الإيمان المسيحي والدفاع من خلال القلم ذكرت القديس في فلسطين أحد الأعلام أو أحد الأباء الذين لمعوا في هذه الحقبة هو يوستينوس الفيلسوف استشهد سنة المية وخمسة وستين مع مجموعة من الطلاب كانوا عبر رفقه بهذا وتركنا لثلاث مؤلفات دفاعين عن المسيحية قدموا للأباطر الرومان واحد للأمبراطور أنتونينوس التقي وعنده شيء آخر مهم جدا جدا الكتاب الثالث اللي هو حوار مع تريفون أول كتاب حواري مع الديانة اليهودية بين المسيحية واليهودية عمل حوار مع أحد الحقامات اليهود اللي كان اسمه تريفون حول الإيمان المسيحي تركنا هذه المؤلفات واستشهد ولكن مؤلفات دفاعية في معظمة الحقب الثاني من أباء الكنيسي اللي هي منعتبرها العصر الذهبي لأباء الكنيسي اللي لمع فيه أشهر الأباء قرن الرابع قرن الرابع تحديدا مع المجمع الإيقية بالمناسبة لمعت فيه العمارة المسيحية لمعت فيه فن البناء المسيحي الموسيقى تفضل كل شيء يعني بهذه الحقب راح يبين في القرن الرابع أولا على صعيد الأباء عنا أشهر الأباء باصيليوس يوحنا الذهبي الفم غوريغوريوس اللاهوتي غوريغوريوس النيسي عنا من هوني عنا إبيفانيوس طبع سالمينة في قبروس عنا أباء من أنطاكيا بينتن يوحنا الذهبي الفم عنا من أورشاليم كيريلوس الأورشاليمي عنا كيريلوس الإسكندري عنا أثاناسيوس الإسكندري كل هذه النجوم لمعت من الشرق أكيد عنا أباء في الغرب عنا أغسطينوس من شمال أفريقيا من الجزائر خلقان في الجزائر عنا ليون بابا روما اللي كان في روما عنا بعض الأباء من الغرب ولكن قلة قليلة جدا جدا بالنسبة إلى الأباء الذين لمعوا من الشرق وتحديدا من هذه المنطقة إما في آسيا الصغرى اللي هي اليوم تركية إما في سوريا إما في فلسطين إما في العراق إما في مصر يعني هذه كانت الحواضر للفكر المسيحي لسيما عنا مدرستين لاهوتيتين مهمتين جدا عنا مدرسة الإسكندرية أولا وثانيا عنا مدرسة أنطاكيا صحيح صحيح في خلال فكري ما بين المدرستين ولكن الأباء الذين لمعوا من هاتين المدرستين يعتبروا العصر الذهبي لأباء الكنيسة نعم هذا يدفعني لأن تلك الفترة هي فترة صراع عقائد وأفكار كانت هناك فلسفة عظيمة كان هناك فلسفة أغريقية كان هناك فلسفة فلسفة الديانات الشرقية ما قبل المسيحية كان هناك الحضارة الهلمستية هذا التزاوج بين الحضارتين الشرقية والأغريقية الفلسفات الوضعية بكبار فلسفتها والأغريقية بينها تحديدا ما أثرهم في خلافات أباء الكنيسة واللهوتية أولا بدي أحكي عن نحيي الإيجابي أولا للفلسفة كل الأباء أو معظم الأباء في غالبية أجوا من المدرسة اليونانية يعني مروا في المدارس الفلسفية والخطبي اليونانية البحثة بعد ذلك وصلوا إلى المسيحية إذن جابوا معهم التراث الفكري اليوناني الجدل والمنطق كل شيء كل شيء الخطاب الجدل الفلسف المنطق يعني شخص مثل البصير السلو الكبير درس في مدرسة أثينا راح إلى أثينا غوريغوريوس اللاهوتي درس أيضا في مدرسة أثينا يحن الذهبي الفم درس الخطابة على يد أشهر خطباء القرن الرابع اليونان لبيانوس إذن كلهم أجوا من هذه المدارس نفس الشيء أثاناسيوس وكيريلوس كل الأباء إذن جاءوا من المدرسة اليونانية الفكري الفلسفية والخطابية وبعد ذلك دخلوا إلى المسيحية واستوعبوا المسيحية هذه الفلسفة أثرت إيجابا وسلبا على اليون لأنه كانت أيضا سبب في كيفية فهم اللاهوتي المسيحي وبما أنه المدارسة الفلسفية مختلفة في العالم اليوناني أيضا صار الفكر اللاهوتي بده أيضا يختلف من مدرسة إلى أخرى ولها السبب أولدت عنها مدرستين وحدة في الإسكندرية ووحدة في إنطاكيا لأنه منطلقات الفلسفية مختلفة الإسكندرية اعتمدت على فلسفة أفلاطون اللي هي نظرية أكثر ما كانت واقعية أنطاكيا اعتمدت على فلسفة أريستو اللي كانت واقعية أكثر ما هي نظرية نعم هذا هذا أمر أيضا يجب أن نتوقف عنده بعد القرن الرابع وتحول روايدا روايدا إلى أن تصبح المسيحية مسيحية رسمية لماذا اهتم بماذا اهتم أباء الكنيسة ولماذا لم يكن هناك مدارس لا لهوتية ولا فكرية لامعة في عاصمة الامبراطورية المسيحية القسطنطينية من نعرف أول شغل بسبب وجود الخلافات ما بين مدرسة الإسكندرية ومدرسة أنطاكيا هذا الشيء رح يأدي في القرن الخامس مطلع القرن الخامس أو منتصب القرن الخامس إلى تشرضم العالم المسيحي الشرقي هوني صرنا من بعد مجمع خلق دونيا انشطرت المسيحية إلى كنائس قومية ولدت عنا كنيسة مثل الكنيسة القبطية الكنيسة السريانية قبل ذلك كان عنا الكنيسة الأشورية في بلاد العراق وبلاد ما بين النهرين هايذي من بعد مجمع أفاسوس 431 451 صار عنا تشرضم الكبير في الشرق عنا البيزنطي من جهة عنا السريان من جهة عنا الأرمن من جهة عنا الأخباط من جهة إذن تشرضم العالم المسيحي هذا ما أدى إلى ضعف الوجود المسيحي في الشرق أكيد بالقسطنطيني ما كان عندنا مدارس ما عد بسبب بسبب هذا الشيء ما عد ولد مدارس صار في عنا طيارات لاهوتية وما بعد القرن الرابع أصبحنا في حالة ترداد وإجترار لللاهوت السابق ما عد عنا هالأباء الذين لمعوا كما لمعوا في القرن الرابع بس إثناء شخص مثل يحنى الدمشق أو يعني صاروا نجوم هاي كتلمع في سماء الأباء بينما بعد القرن الرابع كان كل الأباء موجودين هون في القرن الخامس بلاش نضعف شوي شوي السادس أكتر بعد أن نجل فتحة العربي السابع ما عد فيه شيء تقريبا نعم هل تسمح لي أن أسألك كيف يمكن أن نختصر الإسهامات الفكرية واللاهوتية لآباء الكنيسة الشرقية يعني ولو بعناوين بعناوين أول على الصعيد اللاهوتي عندنا العقائد العقائد المسيحية تعرف بالمسيحية عندنا قانون إيمان اسمه بلش أؤمن بإله واحد آب ضبط الكل هذه المسلمات الإيمانية الموجودة داخل هذا القانون هي أيضا من شغل الأباء إذن على الصعيد اللاهوتي ما فينا نفكر بأباء الكنيسة بل ما نفكر باللهوت والطراث اللاهوتي جذوره عند أباء الكنيسة على صعيد اللاهوتي أول شيء على صعيد الكتاب المقدس ثاني شيء تفسير أول من قرأ الكتاب المقدس بلغته لغة اليونانية هم الأباء لأنه كلهم أجوا من العالم اليوناني أغلبهم إذن مع دمت ما عندنا نص ما عندنا نص مع نص آرامي نص الأساسي المكتوب بالآرامي مش موجود ما وصلنا غير النص اليوناني إذن صعيد التاني الكتاب المقدس ما منقدر نفكر بالأباء بل نفكر بالكتاب المقدس وتفسير الكتاب المقدس وكان عندنا مثل ما قالت مدرستين المدرسة المجازية تفسر الكتاب المقدسة الإسكندرية تفسر الكتاب المقدسة على الطريقة المجازية وعندنا مدرسة أنطاكية حرفية تقرأ النص بحرفيته على الصعيد القانوني ما من قد نفكر بأي القانون الكنسي بل من فكر بالأباء على صعيد الحياة الروحية عندنا معظم الأباء اللي لمعوا في مصر كانوا رهبان وهو ذي تركوا تراث روحي وصوفي كبير جدا جدا ومدرست النسك في شمال سوريا بشمال سوريا أيضا بفلسطين أيضا بس بمصر هو التقل لهذا السبب عندنا على صعيد الروحي أيضا عندنا على صعيد الليتورجي ما من قد نفكر بالليتورجية مثلا ما عندنا عندنا نحن في تقليد التقصية مثلا القرديس ما يسمى القدس يحنى الذهبي الفام في الكنيسة البيزنطية عندنا ثلاث ليتورجيات عندنا ليتورجية القديس بصيليوس الكبير لهو أبن أباء الكنيسة عندنا ليتورجية يحنى الذهبي الفام لهو أحد الأباء وعندنا ليتورجية التالتي اللي هي لغريغوريوس منصوبة لغريغوريوس وكذلك نفس الشيء في بقية الكنائس أخذت مسأل الكنيسة البيزنطية إذن التراث اللي ترجي أيضاً جاء من أباء الكنيسة هل أدى تهافت دور القسطنطينية في موقعها السياسي إلى تهافت كنائس المشرق بعد القرن السادس؟ القسطنطينية ظهرت ككنيسة في القرن الرابع مع بناء المدينة قسطنطين نقل العاصمة من روما إلى البصفور وبنى المدينة دشعن سنة 331 أصبحت عاصمة بالفعل سنة 331 أكيد الأسقف تبع هذه العاصمة بلش شوي شوي ياخد أهم بيه لا لك هنا العاصمة مثل بيروت العاصمة أسقف بيروت عنده تقدم على بقية الأساقفة إذن أسقف القسطنطينية شوي شوي وجاء المجمع المسكون الثاني أعطى التقدمية لأسقف القسطنطينية حالا بعد أسقف روما وبعد ذلك المجمع الخلق دونيا أيضا قدم الأسقف القسطنطيني على بقية الأساقفة أقصد أسقف أنطاكيا أسقف الإسكندرية وأسقف أورشالين عندنا روما أول كنيسة بعدين قسطنطينية من بعدها بعدين الإسكندرية بعدين أنطاكيا وثالث كنيسة أورشالين كبتركيات لأنها آخر آخر البتركيات رغم أنه هي أم الكنائس هو يوم الكنائس ولكنها كبتركي البتركيات البتركيات الأخيرة نعم عندما جمعت الديكا بوليس المدن العشر صحيح وبترا ضمت إلى فلسطين في هذا السياق سيادة المطران جبارة هل لاحظت فرقا بين اهتمامات أباء الكنيسة في الشرق وأباء الكنيسة في الغرب يعني هل هناك اهتمامات بالمفهوم الوطني بمفهوم بنية الاجتماع لدى الآباء الغربيين عن بنية الاجتماع لدى الشرقيين بالعقائد أكيد في عنا أشياء مشتركة مثلا العقيدة العقيدة دي الشغل على العقيدة هي مشتركة تفسير الكتاب المقدس مشترك ولكن في عنا بعض ما يميز اللهوت الشرقي عن اللهوت الغربي وهيدي سينات جاءت من أباء الكنيسة مثلا الأب اللي جاي من العالم اليوناني من الفكر اليوناني عنده نظرة للهوت مختلفة بعض الشيء عن الأب اللي جايه من العالم اللاتيني اللي هو العالم حقوقي وقانوني بمعظمه إذن إذا أخذنا مثل مفهوم مثلا الثالوث الأقدس هيدا من أبسط المسائل أو من أبسط منعقد المسائل في المسيحية ولكن من الأكثر العقائد المعروفة الثالوث الأقدس مفهوم الشرق للهوت الأقدس للثالوث الأقدس يختلف عن المفهوم الغربي للثالوث الأقدس هيدا عندها أبسط شغلة يعني بمعنى بسم الأب والروح القدس إله واحد إله واحد مثلا بالنسبة للشرقيين الوحدانية وحدانية التالوث الأقدس موجودة في الله الآب الآب الذي يولد منه الإبن وينبثق عنه الروح القدس الوحدانية موجودة في الآب بينما في اللهوت الغربي الوحدانية بين الثلاثة بعد القرن التاسع بماذا تصف اهتمامات الآباء الكنيسي هل تغيرت أو تبدلت تماما عن اهتمامات الآباء الأول أكيد بدلت بدلت كتير أولي شيء كان في عنا انقطاع في الشرق كان بلش العصور انحطاق في الشرق عندنا بعدما كانت القرن الرابع هو أوج الفكر في الشرق بلشت شوية شوية عصاعد المسيح بحكي مش عصاعد بحكي عصاعد الآخر بلش شوية شوية وصار ينتقل الفكر تقل الفكر إلى الغرب يعني بلش يلمع في الغرب كتاب ولهوتيين مسيحيين جدد وظهرت أيضا المدارس المسيحية ولكن هذا ما بيعني أنه كل العالم الشرقي بلش بالأفول لأنه عنا فيما بعد الفراط الكنيسة الأشورية تحديدا هادي بهذه الحقبة كانت عا بتلمع في جهات إيران وجهات العراق هادي من خلال أولا من خلال رسالته فتحت المدارس وبلشت حركة الترجمة تقصد مدرسة نصيبين نصيبين ورها نصيبين ورها وبلشت عملية رسالة مسيحية ينقلوا البشارة المسيحية إلى العالم الأزيتيكي من فوق يعني تجكستان وهالمناطق صاروا يدخلوا على هالمناطق إلى أن وصلوا إلى الصين بالقرن السابع والثامن عندنا منحوثة موجودة حجر مكتوبة عليها بالسرياني واللغة الصينية موجودة في بلاد الصين لليوم والسرياني موجودون في الهند الآن بالضغط نعم إذن في عنا تمدد كان ورغم أنه هون المنطقة تبعنا شوية شوية صارت تخفوت ولكن في عنا المناطق الأخرى كان فيها حركة أكتر وتحديدا في الغرب أيضا كان في عنا حركة عم تبلش تقوم مونيك الحياة المسيحية من خلال التمحور حول كنيسة روما نعم دخلت هذه المنطقة في سباتها في سباتها المسيحي يمي على صعيد الإسلامي كان نعم كيف تقيم تنوع التراثات الفكري لأباء الكنيسي ماذا أضاف هذا للفكر المسيحي أولا الغنى يعني بالمسيحية نحن اليوم نعرف أنه ما بنقدر كلنا سوى نفكر مثل بعض هذا التنوع هو غنى أنا اللي بيسمع القبطي كيف بيفكر على الصعير اللاهوتي أو اللاتيني بالغرب أو الأشوري أو السرياني أو الأرمني هذا بعتبره غنى بالنسبة إليه رغم أنه مش الكل المسيحيين بيفهموا هايكو وبيرطيعوا بيقولوا لأ قلنا كلنا سوى نكون مثل بعضنا وكلنا سوى نصلي مثل بعضنا وكلنا سوى نلبس التوب اللي لازم نلبسه لا هذا التنوع هو جميل اللي بيعرف ينزر له بيلاقي فيه جمال وبيلاقي فيه غنى نعم اسمح لي أن أذهب قليلا إلى البرازيل قليلا لأنه يمكن نروح لعندك سيدنا أهلا وصالة فيك نحن أمام قارة أبرشية على مستوى قارة يعني مليونين كيلو متر مربع مدري أكتر مليون ملايين آه مليون ملايين آه مليون ملايين وكذا كيف تستطيعون الاهتمام بقارة وأنتم أبرشية من الكرسي الأنطاكي ولديكم حوالي أربعمائة ألف كاتوليكي من أصول سورية ولبنانية ومشرقية كيف تستطيعون على هذا المدى الاهتمام بكل هؤلاء أول شيء بالنسبة للبرازيل ما نعرف أنه الهجرة قديمة يعني في عمره فوق المئة سنة الهجرة إلى هونيكي وقوية الهجرة لعندما زار أمبراطور البرازيل زار لبنان وسوريا ومصر زار الشرق على دفعتين بالـ 1870 و1875 وشجع أبناء الشرق على الانتقال هونيكي إذن عنا هجرة كثيفة الآن أكيد البرازيل أنا بعتبره غير كل المهاجر هونيكي الهوية الوطنية والهوية الدينية وكل الهوية تبعنا بالدوب نوعا ما في البرازيل يعني بيندمج الواحد بسرعة في هذا المجتمع وبيتألف معه أصلا البرازيلية شعب طيب وعنده سهولة الإنسان يدخل معهم في علاقة إذن أولادنا اللي راحوا لهونيك في غالبيتهم اندمجوا في المجتمع كم عدد الملتزنين بالكنيسة المشرقية هناك؟ بالكنيسة المشرقية على شكل بشكل عام فيه ولكن هو جزء قليل جدا جدا جزء قليل جدا أنا بالنسبة اللي بقدر أحكي عن كنيستي يمكن بيوصل يوم الأحد عندي إذا بدوا يكون في حضور مشريقي بيكون خمسة بالمية أو ما تبقى خمسة وتسعين بالمية برازيلة برازيلة من أصول من أصول برازيلية من أصول برازيلية برازيلية هل الرعاة قليلون بالنسبة لي؟ مش الرعاة يعني في عنا مشكلة ما عنا غير خمسة نحن خمس رعاية في كل البرازيل نعم كعنا رعية بسان باولو عنا رعية بريو دي جينيرو وعنا رعية بجوز دي فورا وعنا رعية بفورتاليزا بالشمال وفي رعية بتوبة هذه الخمس رعاية وفي كل رعية فيها خوري يعني إما بيكون شرقي إما بيكون برازيلي عندي أنا نص الكهني 11 خوري عندي نص الكهني برازيلي سوش يعني من أصل برازيلي وفي نص الكهني من المشرق من هاون أكيد منه سهلي هاون يعني بس إحكي عن يعني مدينة مثل سان باولو مش سهلي خوري يهتم فيها لأنه بس قول سان باولو عم قول على 12 مليون إنسان موجودين في مدينة و12 مليون إنسان مش سهل للواحد يزورون يعني عنا طريقة للشغل الراعوي تختلف عن الطريقة الموجودة هاون أنا لم يكن بالراعية كان بدي زور رعيتي مرة أقله مرة في السنة هاونيك أكيد ما بيقدر أعمله نعم نحن هنا في المشرق سيدي لدينا كم هائل من النستالجيا وهذا الحنين وعطول منقول لدينا أجداد بالملايين هناك ثلاث ملايين من أصل من أصل لبناني وسوري موجودين بالبرازيل هل هذا نحن الجيل الخامس أو السادس هاونيك أكثر هل هؤلاء لديهم حنين إلى هذا اللبنان أو إلى هذه السورية أو إلى هذه الفلسطين هل تجدونه أكيد بالوضع الحالي اللي نحن عايشينه في الشرق ما فيه عنين يعني الموجود أنا بعرف من الموجود داخل هذا الشرق يحن إلى إلى خارج هذا الشرق ولكن هذا ما بينفي أنه في بعض الأشخاص أكيد بحنوا يكون عندهم جنسية بحنوا يكون عندهم عودة إلىهم أقل له الزيارة تعني له في البعض منهم تعني لهم الزيارة يجي يشوف وين بايه كان عيش أو جده طاعت بايه وطاعت أهله وين موجودين من وقت لوقت بيحبوا يحبوا يحبوا كلمة عربي يسمعوا كلمة عربي هايكي فيه فيه منه ولكن منه هذا اللي نحن نتصوره نعم هل في هذه الأزمة التي حصلت دي المشرق ذهب مهاجرون إلى البرازيل أكيد من سوريا يعني البرازيل هو البلد المضياف الوحيد أول دولة فتحت وسهلت على المهاجرين السوريين هي البرازيل رغم أنه إمكانياتها المادية ووضع الاقتصاد كتير تعبين ولكن سهلت بعمل الأوراق للسوريين النازحين نعم سيادة المطراء أنا كنت أتمنى أن أتحدث كثيرا كنت أتمنى مثلا على سبيل المثال أن أتناقش وإياك عن الدراسات الإسلامية المسيحية عندما كنت مديرا لمعادة دراسات في الكلية اليسوعية ولكن ربما نؤجل ذلك إلى زيارة لك أو زيارة لنا أشكرك أهل وصالة فيكم أعزائي إذا لم يكن هناك اهتمام للمدارس المشرقية بالتعريف بأباء الكنيسة ومفكري ولهوتي الغرب لماذا قصرت إذن عن التعريف ببضعة أعلام من الآباء المشرقيين هل لأننا نأخذ التاريخ انتقائيا أم لقصور ما شكرا لحضور المطران جوزيف جبارة في أجراس المشرق شكرا للزملاء في البرنامج وقناة الميادين الذين يقرعون معي هذه الأجراس شكرا لكم على المتابعة ولمن يرغب منكم بالمزيد نرحب به على موقع البرنامج على الفيسبوك ودائما سلام عليكم وسلام لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة